السلام عليكم حبايب قلبي يا رب تكونوا بخير بإذن الله في الفيديو ده هنتعلم حاجة مهمة جدا وهي خياطة الغرز وعايزك تركز معايا جدا لان الفيديو ده من اهم الفيديوهات اللي نزلت على قناتي وسواء انت دكتور او تمريد لازم ان تكون متعلم خياطة الغرز كويس ولو انت ملكش فيه المجال الطبي وجاي عشان تتعلم فاحب اقول انك نورتني. ويا ريت قبل ما نبدأ ما تنساش تضغط اللايك والاشتراك لان ده بيساعد جدا على انتشار الفيديو ونسمي الله ونبدأ. اول حاجة يا شباب هنعملها طبعا وهي ان احنا نجهز الادوات بتاعتنا. بنحتاج معانا يا شباب ادوات بسيطة جدا. اول حاجة وهو اول احنا بنسميه هنا ماسك الابر. اما حاجة يا شباب يبقى بيتوك التكة دي كده. اللي هو بيبقى فيه الافلة دية. وهنشوف دلوقتي فايديتها ايه? وتاني حاجة يا شباب هنحتاجها وهو الجفت. فيه جفت بسن وفيه جفت من غير سن. انا عن نفسي بستخدم اللي هو من غير سن. اللي هو زي دا كده بالزبط. واكيد طبعا هنحتاج معانا مشارة او مقص. والافضل طبعا يكون مقص هتكون متحكم فيه اكتر. ونيجي طبعا يا شباب للسلك او للخيط اللي انت هتستخدمه في عملية الخياطة بتاعتك. الخيط يا شباب ليه انواح كتيرة فيه السلك وفيه البرلين وفيه الفكري فيه انواح كتيرة وكمان مقاسات فيه الزيرو والتلاتة زيرو والاتنين زيرو. فيه حاجات كتيرة وفيه وفيه وما تقلقوش هنزل لكم فيديو قريب بإذن الله بنفرق فيه ما بين كل الحاجات دي واستخداماتها. انا عايزك دلوقتي تركز معايا بس على انك تعرف تخيط. نيجي با يا شباب للأدوات اللي احنا بنستخدمها في عملية التغدير الموضعي للجرح بتاعنا. اكيد طبعا هنحتاج الليدو كين المادة اللي احنا بنعمل بيها تغدير موضعي وهنحتاج معانا سرنجتين. لو الجرح كبير فهتستخدم سرنجة خمسة سنتي وسرنجة تلاتة سنتي. الجرح صغير مفيش اي مشكلة انك تستخدم سرنجتين تلاتة سنتي. وفيه ناس ما بتستخدمش السرنجة تلاتة سنتي وبتستخدم السرنجة الواحد سنتي وما تقلقش هنيجل كل الحاجات دي خطوة بخطوة. واخر ادوات معانا يا شباب وهي ادوات تنظيف الجرح بتاعنا. هنحتاج محلول ملح عادي جدا زي اللي احنا بنعلقه. وهنحتاج بتدين. وهنحتاج شاش معاقم. واكيد طبعا يا شباب المكان اللي احنا هنشتغل عليه كله يبقى معاقم. واهم حاجة طبعا يا شباب ودي ما ينفعش ننساها وهو اللي انت هتستخدموه. نيجي بقى للجرح بتاعنا. انا الصراحة القطعة دي او الاداة دي انا ما ندمتش ابدا الا انا اشترتها. فيها يعني اماكن جروح جميلة جدا. يعني ده جاي بكيرف. ده جاي ده جاي مسلس. انواع جروح جميلة جدا وانا متأكد انك لو اشترتها وطبقت عليها زي ما انا هوريك دلوقت انك هتبقى حد في الخياطة. نفترض مثلا يا شباب اللي احنا هنشتغل على الجرحة اللي هو جاي بكيرف ده. اول حاجة هتشتغلها وهي انك تنظف الشعر اللي هو بيبقى موجود حوالين الجرح. وخصوصا لو موجود في الهد في الراس. الشعر ده هيبقى مشكلة وممكن يخلي الجرح بتاعك حتى لو انت مخياطه كويس جدا يقلب بعد كده بعدوى. فبقدر الامكان تبدأ تقص الشعر اللي انت بتلاقيه حوالين الجرح حتى لو بمقص كده عادي خف منه على قد ما تقدر. هتجيب محلول المنح اللي احنا اتفقنا عليه. وهتفتحوا فتحة صغيرة كده. ممكن بالمشرة حاجة بسيطة خالص. انا عايز ايه يا شباب كل همي ان الاتربة اللي جوة الجرح تطلع. ولو عملتها بمسحة كده مش هتطلع. في اتربة بتحتاج ضغط مية عشان يطردها من مكانها. فهتعمل الحركة دي يا شباب. هتستخدم دفع اللي مية انها تطرد كل الاتربة اللي جوة. وبعد كده ناخد مسحة بالبتادين بتاعنا. ونقرر العملية بتاعتنا دي تاني يا شباب. مش عايزين نقفل على الجرح بتاعنا وفي اي اتربة جوة. وبعد كده هنجيب شاشة مع اما وهناخد مسحة كده بحيس نجفف المكان اللي احنا هنخيط فيه. جففه تماما على قد ما تقدر. حتى هيطلع لك منه دم كده. جففه على قد ما تقدر. هي مسحة واحدة كده. وكل ما يطلع دم معك عادي مفيش مشكلة. جفف تاني لحد ما تخلص الخياطة بتاعتك كلها. نجهز با يا شباب استخدير الموضع بتاعنا. هنسحب ثلاثة سنطي من الليدو كيين بتاعنا. ولو الجرح بتاعك يا شباب كبير استخدم سرنجة خمسة سنطي. نغير با يا شباب السن بتاعنا. وتطلع الهوى بتاعك. وكده احنا جاهزين لتخدير الجرح بتاعنا. نيجي للخط بتاعنا با يا شباب. نفكوا من هنا كده. الخط اللي معايا ده آآ نوع سلك. المقاس بتاعه اللي هو تلاتة زيرو. وده افضل نوع تتعلم به على الجزء اللي انا او على الهيكل اللي انا بستخدم به او اللي انا بخيط به اللي هو البلاستيك ده. ده افضل نوع تتعلم به. الانواع التانية يا شباب اللي هي زي البرلين او كده هتقطع معاك البلاستيكة دية مش هتعرف تخيط بيها. اه لو فكرت انك تستخدم يعني البلاستيكة دية. فلازم انك آآ تستخدم معاها خيط سلك ويبت يكون تلاتة زيرو برضو. هنا يا شباب مكتوب لي اوبن يعني افتح. الخيط بتاعنا يا شباب. نيجي بقى للبولدر او ماسك الابر. شايفين الجزء ده? لازم ان يكون فيه. كده افضل. مش هيفتح ابدا. اتك عليه او اعمل تكة بستكة هيك هو فاتح. المسكة يا شباب بتاعته اللي هي الصحيحة بقى. انك تحط الصبع ده هنا. والصبع ده هنا. والصبعين دول يبقوا كده. وتغرز. لكن زي ما انت ايدك تستريح لها. شوف انت ايدك هتستريح ازاي. وتعامل. نيجي بقى للسن بتاعنا. شايفين السن يا شباب. عايزين نمسكه المسكة الصح بقى. لو جيت مسكته من النص مش هتعرف تتصرف بي يعني مش هتعرف تخير. ولو جيت مسكته من فوق من هنا برضو كذلك. شايفين المسكة بتاعته الصح تبقى من هنا كده. يعني ممكن مثلا انك تقسمه اربع تربع وتسيب ربع وتمسك من الربع التاني. بنفس النظام كده. والجفتي ده شباب بتمسكه في ايدك التانية بيساعدك لو احتاجت حاجة وانت بتغرز. وهنشوف دلوقت. التقدير يا شباب بيكون كالادي. انت بتمشي على الاتجس او على الحواف بتاعت الجرح بتاعك. يعني السرنجة بتاعتك اهية. بزاوية تمشي مع الجلد من هنا كده. ولمس السرنجة بتاعتك للجلد بالزبط كده. وابدأ انك ادخل. دخلت السرنجة بتاعت كلها يا شباب. ابدأ ان اضغط على المكبس. على المكبس بتاعي. اضغط واطلع سنة سنة. هيستقبل معاك مادة. هي شباب زي كده. اطلع سنة واضغط. اطلع سنة واضغط. اطلع سنة واضغط. هكذا. كده انا خدرت يا شباب لحد المنطقة دي. اكرر بي شباب العملية بتاعتي. من اول هنا وكده. وادخل. وامشي مع الجلد. كده يا شباب. واضغط واطلع. واضغط واطلع. كده. وطبعا يا شباب البلاستيك مش بيستقبل معايا المادة. فاهمين يعني البلاستيك مش بيمتص المادة. انت بتضغط البلاستيك نفسه مش بيمتصها. لكن الانسان العادي. او جلد الانسان العادي بتبص تلاقي المادة. هو بيمتصها عادي مفيش اي مشكلة. اكيد انت دلوقتي بتسأل. طب سرعة الحقنة هتبقى ازاي. سرعة الحقنة يا شباب. اللي هي في السرنجة الوحدة. تطلع. وانت مخلص واحد سنتي. نكمل الحقنة بتاعنا طيب عشان نفهمك. احنا دخلين كده هو. ماشيين مع الجلد. كده كده كده. الدخلة دي يا شباب اطلع اضغط. اضغط بالراحة كده. يخلص معايا واحد سنتي. بالضبط. في دخلة السن. على طول السن. تدخل هنا مثلا تلت دخلات. والجنب التاني يا شباب تلت دخلات. لحد المهم انك تأفل الجرح بتاعك. حوالين داير كده اللي هو الاجس نفسه. فيه ناس بها شباب بتستخدم حاجة تانية. وهي انها يا شباب بتستخدم السن بتاع الانسولين. على السرنجة اللي هي التلاتة سنتي. وبتعمل الادي. بتيجي مثلا على مكان اللي انت هتاخد منه الغرزة. وبنفس النظام كده. وبتيجي حقنة. بتيجي على المكان التاني اللي انت هتدخل فيه الغرزة التانية. زي كده. وتيجي حقنة. وهكذا حوالين الجرح كله. وتيجي حقنة. تفضل تلف حوالين الجرح كله كده. لحد ما تقفل برضو الاجس او تقفل المناطق كلها بتاع الجرح. حوالين داير. هو كل الفكرة يا شباب ان احنا بنعمل تغدير للجرح كله. سواء انت هتستخدم الطريقة اللي فاتت اللي احنا بندخل فيها السنة كله. وبنبدأ ان احنا ندوس واحدة واحدة. او هتستخدم الطريقة دي اللي انت هتلف حوالين الجرح. مفيش اي مشكلة. واخد مسحة يا شباب. للمادة نفسها كلها. لانها ممكن طبعا تطلع منك برا الجلد ويبقى فيه دم. فهتاخد مسحة واحدة. وهتستنى يا شباب تلت دقايق. تمام؟ وبعد كده هتعمل الحركة دي للمريب. هتقوله بس انت حاسس ولا لا. قالك ايوه حاسس وحاسس بواجهة. فلاص سيبه تلت دقايق كمان. وارجع عمله الحركة دي. انت حاسس ولا لا. اقصى حاجة يا شباب عشر دقايق. ما تستناش اكتر من عشر دقايق. لان مفقول المادة نفسه نفسه هيبدأ اللي هو يخف. نيجي بقى يا شباب نغرز الجرح بتاعها. اولا كده انا عايزك تبدأ من هنا. اللي هو من بداية الجرح نفسه. من هنا كده بالضبط وهنبدأ. الدخلة بتاعتنا يا شباب. ما بتبقاش ضغطة يعني. انا ما بضغطش كده على السن. انا بضغطه على شكل دايرة. كده. الحركة بتبقى من معصم اليد بتاعي. كده. مش كده. وهنشوف دلوقت. وكمان ما بدخلش يا شباب من ورا خالص. يعني مش من هنا ولا من الحفة من هنا. من نفس المكان اللي انا هدخل بيه او نفس المسافة كده. واعمل زي عملية لف. وممكن انك تخلي دا يساعدك بانك تمسك الجزء ده كده. لان اللحم بيبقى مطاطي كده بتحس لو بيمط معاك. كده دخلت في اول جزء من الجرح. اجي فاتح بقى. افتح ليه هو ورا ده. شايفين فاتح معاك ازاي. كده. اجي سايب خالص. واجي مسك الجزء ده. واجي طالع لفوق كده. عديت يا شباب. خلاص. شايف الجزء ده. ممكن تمسكه في ايدك. وتتعامل عادي. ما فيش مشكلة. انك تمسك السن كده. وتشد تسحب. وامسك تاني السن بتاعك. من هنا برضو كده. بنفس النظام. وحاول با يا شباب تدخل. على حاجة يعني قصادها بالزبط. قصاد المنطقة اللي انت دخلت فيها. من هنا كده. وده هيساعدك طبعا. وتدخل كده. افتح يا شباب زي ما احنا متعودين. ادخل افتح بسرعة. افك. اطلع. اسحب ده. احط ده في ايدي كده. وهو في ايدي كده. واسحب. اسحب الخط بتاعك كله. اسحبه كله. خلي منه بس. حوالي تلاتة سنطي هنا. تلاتة سنطي بس. استن انت مسكه بايدك الشمال. وكمان يجفت مسكه بايدك الشمال. تمام. هتيجي با يا شباب بالهولدر بتاعك. شايفين اللفة دي. لفة. اتنين. تمام. اعدها لكم تاني. لفة. اتنين. بنفس النظام كده. اهي. واجه ماسك. الطرف ده. واجه ساحب كده. افتح. انا عايزك بس تتحكم في ده كويس. طلعه ما عرفت تتحكم في ده. انت كده بقت كل حاجة ايزي. وكل هيجي مع الوقت. لفة واحدة. واجه واخد الجزء ده. واجه رابط. لفة واحدة كمان. واجه واخد الجزء ده. واجه رابط. بالمشرط اللي احنا كنا متفقين عليه ومعانا من البداية. هتسيب حوالي ربع سنتي. مسافة كده. وهنقطع من هنا. كده اول غرزة تمت بنجاح. لو ما تعلمتش من اول غرزة. تعال بقى نعلمك من تاني غرزة. نفس النظام يا شباب هسيب ربع السن وهمسك. من هنا كده. المسافة بقى يا شباب قد ايه اللي انا هسيبها ما بين الغرزة والغرزة. مش كتير. خصوصا ان الخيط اللي معاك رفاية. لما يكون الخيط اللي معاك رفاية حاول ما تسيبش مسافة كبيرة. يعني زي ما احنا هنعمل كده بالزبط. تمسك المنطقة دي كده. بالجفت. ويتدخل. وتطلع. تفتح. تسحب. نسيب ثلاثة سنتي يا شباب زي ما اتفقنا. ونمسك المسكة بتاعتنا هنسيب ربع. نفس النظام من قصادها كده. واطلع. افتح. اسحب السن بتاعي. نيجي لللفة بياه شباب. لفة اتنين. واخد الطرف ده كده. واشد. الشدة بتاعتي. ولا اللي هي قوية خالص في تقطع الجلد. ولا اللي هي سيبة خالص. فالجرح يفك مني. واحدة كمان. تلتة. كده تمام. اول لفة يا شاب بلف اتنين. واحد اتنين. اللفة التانية واحدة. اللفة التالتة برضو واحدة. اسيب مسافة واقطع. اول غرزة هتعملها زيتان غرزة. تالت غرزة. لحد ما تقفل الجرح بتاعك كله للاخر. هي دي كل عملية الغرزة شباب. حاجة بسيطة جدا. ولو الاتجز دي شباب ودي قريبين من بعض. ممكن تاخدهم الاتنين في كيرف واحد. ما فيش اي مشكلة. المهم انك تعرف الطريقة نفسها. وبعد كده انت هتلاقي نفسك. يعني فيه ابداع فيها. نسحب. نخلي ثلاثة سنتي بس. لفة اتنين. واخد الطرف ده. لفة واحدة. لفة تانية. تالت غرزة خلصت معانا. نسيب مسافة شباب ونقطع. تمسك من هنا كده. الجزء اللي قصدها. تطلع تفتح. تمسك السن بصبعك عشان هيتحكم فيه اكتر. وتسحب. تخلي ثلاثة سنتي. لفة. اتنين. زي ما اتفقنا. هتمسك الطرف. وهتسحب. وبرضو حاجة اضافية يا شباب حاول تخلي السحبة من جنب واحد. يعني ممكن اخلي الغرزة من هنا شكلها من هنا. وممكن اخليها من هنا. يعني انا لو سحبت كده هتلاقيها من الناحية اللي هناك. فاهمين? لأ انا عايز الغرز كلها تبقى من جنب واحد عشان الشكل بس بتاع الجرح نفسه. لفة كمان. اخد لفة تاني. اهي. اشتركوا في القناة. نفترض مثلا يا شباب اللي انا اغلطت يعني دخلت كده. ونسيت. وجيت لافف مثلا زي كده. اللفتين بتوعي. يعني نسيت. انا نسيت ادخل في الاتجيس التانية. مثلا. وربطت على الاتجيس الاولى يعني. كده ملهاش لازمة. ولا تخوف نفسك ما فيش اي مشكلة. بالمشرة اللي معاك. وفكها. ممكن تسحب دي كده مثلا اللي فوق. وبالراحة كده. وفكتها اطلع. اخر غرزة معايا يا شباب. لان الخيط تقريبا كده خلاص احنا خلصنا. وفكتها اطلع. قد معايا. وبكده حباب قلبي يبقى الفيديو بتاعنا خلص ياريت لو شايف ان الفيديو يستاهل ما تنساش تضغط لايك للفيديو واشتراك في القناة واستنوني في فيديو الغرز السحرية وفك الغرز والغيار على الجروح والسلام عليكم اشتركوا في القناة